مساء الخير من أسطول يو اس اس جيرالد آر فورد إلى مجموعة حاملة الطائرات القتالية آيزنهاور العاملة بالطاقة النووية والسفينة الرائدة للأسطول السادس مونت ويتني وما بينها من 14 مليارا للدعم العسكري ومئات الصواريخ الموجهة وصيانة القبة الحديدية من كل هذه الفضاءات العسكرية التي طرزتها الولايات المتحدة بالنجوم القتالية دعما لإسرائيل غيرت أمريكا السماء وأنزلت منها مساعدات إنسانية لأبناء غزة وإنفاذا لقرار الرئيس جو بايدن بدأت عمليات إلقاء المساعدات جوا بالتعاون مع نشام الأردن وأسقطت اليوم ثلاث طائرات شحن عسكرية لتوفير الإغاثة للمدنيين 66 حزمة من الوجبات الحلال تبعا للقيادة المركزية الأمريكية لكن الفعل الحرام كان قد سبق هذه المعونات بمئة وثمانية وأربعين يوما شاركت فيها الولايات المتحدة الحرب مع إسرائيل بسلاحين إثنين العسكري المباشر ورفع اليد بالفيت القاتل لوقف إطلاق النار والشتاء الغذائي المحدود ترافقه جولة مفاوضات في القاهرة على الهدنة الموقتة إذ يصل وفد قيادي من حماس إلى العاصمة المصرية الليلة لإجراء محادثات جديدة في شأن الهدنة وسيجتمع الوفد إلى المسؤولين المصريين المشرفين على مفاوضات وقف النار ويسلم رد الحركة الرسمي حول اقتراح باريس الجديد وتتوقع أوساط لبنانية مسؤولة ترابط هذه المفاوضات مع جبهة الجنوب المشتعلة إذ يصل الاثنين الوسيط الأمريكي أموس هوكستين وفي جدول لقاءاته اجتماعان مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي سبق له أن كشف عما سماه تفاهم رمضان في حديثه إلى وكالة رويترز واليوم أبلغ وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب نظراءه الغربيين خلال اجتماعات منتدى أنطاليا الديبلوماسي بأن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر لأن الخيار الآخر أمامنا هو خطر اتساع رقعة الحرب لتصبح حربا إقليمية والإشارة الديبلوماسية إلى استعداد للتفاوض ستفتح على كل النقاط العالقة في لبنان والتي سيمسك بها الوسيط الأمريكي بدءا من تثبيت الهدنة ثم لاحقا إطلاق مراحل التفاوض على النقاط المختلف عليها بين لبنان وإسرائيل قبل فتح خرائط القرار 1701 وتنفيذ مندرجاته هي مراحل مرسمة بالدم من غزة إلى الجنوب حيث ينشط أزيز المسيرات وتغتال إسرائيل من خلالها قيادات من حزب الله عاملة في القطاعات التقنية ولبنان المسير تقنيا وسياسيا واقتصاديا بقدرة إلهية يستكمل أعماله من دون قيادة للسفينة وبفريق نيابي من نخبة الاعتدال يجول في آخر لقاءاته يوم الاثنين بحثا عن نقطة تشاور أما في المسارات الاقتصادية وبعد نكبة الحوافز ورفع رواتب موظفي الدولة فإن الجباية الجمركية التي توفر الذخيرة المالية متوقف وهذه تشكل المورد الرئيسي لبيت المال وفي النشرة يلتقط الزميل رياض قبيسي الهاتف للسؤال عن مراكز حدودية شبه فارغة من مراقبي جباية الجمارك سوري اليوم مسكرين وكل ذلك لأن المجلس الأعلى للجمارك لا يشكل مراقبين نجح في مجلس الخدمة المدنية التشكيلات نائمة والتهريب صاح في الجمهورية الهاربة من ضرائبها وجباياتها اشتركوا في القناة